الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جئتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه هذه سلسلة من الدروس عنوانها فكر وروح في جزئها الأول نتحدث عن التفكير وعن قواعد التفكير السليم وعن عيوب التفكير وأخطاء التفكير ونحن من دروس عديدة نتحدث عن قواعد التفكير السليم وهذه قاعدة جديدة في التفكير السليم الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه أعجب شاب جامعي في السنة الثانية من دراسته بزميلة له في الجامعة وتحادثا وتبادلا الإعجاب ولأنه لا يريد الذهاب نحو الخطأ طلب من أهله أن يعقدوا له عليها حتى يكون جلوسهما مع بعضهما وذهابهما وإيابهما مشروعا أخبره والده أنه يترتب على عقد الزواج آثاره من نفق زوجية ومهر ومحرمية وإرث ومتابعة زوجية وغير ذلك ويعرف الأب أن ابنه لا يستطيع من ذلك شيئا لضيق حال الأب والابن معا لكن الشاب قال لوالده لا لا أنا لا أريد كل هذا فقط أعقد عليها العقد وألبسها الخاتم وأنا أملك ثمن الخاتم وإنه تكلم مع الفتاة بهذا الأمر وقالت بأنها موافقة نقول لهذين الشابين إن قواعد التفكير السليم ومبادئ المنطق المستقيم تقول إن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه فعندما ترضى أنت أن تبرم عقد الزواج معناها أنت راض بكل آثار عقد الزواج وليس لك أن تقول أنا لا أريد أن أخذ من هذه الآثار شيئا فقط أريد تلبيس خاتم وعقد العقل يقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد منهم إذا أنا اشتريت منك بيتك وأنت رضيت ما بصير تجي تقول لي بس بدنا نوقع عقود بس أنا ما بدي أعطيك البيت بس ما بدك تجي أنت تسكن بالبيت بس أنا بدي أضلي ساكن بالبيت كيف رضيت بالعقد أنت رضيت بعقد البيع عقد البيع تترتب عليه آثاره الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ليس لك أن تقول أنا أرضى بهذا الشيء لكن لا أريد آثاره أنا بدي أكتب كتابي وبس من لبس الخواتم يا أيها الأخ إذا كتبنا لك كتابك وفي اليوم الثاني بالضبط متى ستريثك هذه الزوجة ماتت ستريثها أنت أنت زوج في اليوم الثاني إذا قالت أريد مصروفا يترتب عليك نفق زوجي وليس لك أن تقول لا لا أنا متفئ نوياها ما بدنا بس تلبيس خواتم العقل يقول تفكير الصحيح يقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه وقل مثل ذلك في فتاة قبلت بشاب زوجا لها لكنها لم تقبل أن تطيعه فهي تؤمن بحرية الفتاة في فعل ما تشاء كيف تريد يا بنتي أنت رضيتي بالزواج وعقد الزواج من آثاره المتابعة الزوجية ومن آثاره طاعة الزوجة لزوجها أما وإنك رضيتي بالزواج فهذا أثر من آثار الزواج إذا كنت لا تريدين أن تطيعيه لا بأس لكن لا ترضي به زوجا عندما نقول لك هل ترضين بفلان زوجا قولي لا أما أن تقولي نعم أريد موافقة ثم إذا قلنا لك المتابعة الزوجية من آثار عقد الزواج طاعت الزوجة لزوجها من آثار عقد الزواج تقولين لا أنا لا أريد هذا يخالف العقل السليم والتفكير المستقيم التفكير المستقيم يقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه شاركه بمال مضاربة وسلمه إياه قال له في معي عشر مليون أنا ما بعرف أعمل فيه وانت بتعرف بالتجارة شو رأيت متشارك منك العمال ومني المال والربح نص بالنص قال له توكلنا على الله شاركه بمال مضاربة وسلمه إياه وأخذ منه أرباحا في السنة الأولى ثم في السنة الثانية ثم في السنة الثالثة ولما وصلنا إلى السنة الرابعة وجد هذا العامل المضارب خسارة في هذه الشركة فأعلم صاحب المال بالخسارة الحاصلة فلم يرضى صاحب المال الخسارة وقال إنه شاركه على الربح فقط ولم يتصور للحظة واحدة أنه من الممكن أن يخسر نقول لهذا الشريك الممول إن قواعد التفكير السليم والمنطق المستقيم تقول إن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ولأنك قبلت بإبرام عقد هذه الشركة فلابد أن تقبل بما يترتب عليها من آثار من ربح وخسارة وغيرهما ما بصير تقول أنا بس شركك بالربح ما فيه شركة المضاربة تقتضي أن تربحها إذا ربحتهم وأن تخسرها إذا خسرتهم قال لا أنا بس ربح بدي بزعل إذا بتخسرني بتزعل أو بترضى آثار عقد شركة المضاربة إذا خسرت بدك تخسر والعقل القويم والتفكير الصحيح يقول الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه نقول لهذا الأخ لأنك قبلت بإبرام عقد هذه الشركة فلابد أن تقبل بما يترتب عليها من آثار من ربح وخسارة وغيرهما آمن بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا ولكنه ترك الصلاة مقتنعا بالالتزام بأمور أهم من ذلك يقول لك الصلاة مو مهمة المهمة الأخلاق المهمة التعامل المهمة في القلب يا أخي أنت آمنت بالله ربا؟ نعم آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ نعم آمنت بالإسلام دينا؟ نعم هذا الرضا وهذا الإيمان يقتضي الرضا بما يتولد منه يتولد من الإيمان بالقرآن بالسنة بالإسلام أن الصلاة ركم من أركان الدين وأن الصلاة عماد الدين فليس لواحدا أن يقول أنا أرضى بالإسلام بس أنا الصلاة بشوفة مو مهمة كيف يا أخي؟ الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه نقول لهذا الأخ أن قواعد التفكير السليم ومبادئ العقل القويم تقول أن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ورضاك بالإسلام دينا معناه رضاك بأوامره ونواهيه وصحيح أن المرء من الممكن أن يقصر في أمر من أمور الشريعة أو نهي من نواهيها لكنه يسعى جاهدا لتدارك هذا التقصير لأنه راض بما يأمر الله تعالى به وينهى لأنه رضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي تطوع للمساعدة في الإشراف على مجموعة طلاب في دورة قرآن مسجدية لكنه ظل يتأخر عن الدوام ويعطي الطلاب منهاجا غير منهاج الدورة وكلما سأله من حوله عن ذلك أجاب إنها دورة تطوعية وإن مشاغله كثيرة وأما بالنسبة للمنهاج فإنه يرى أن المنهاج الذي يعطيه لطلابه أقوى من منهاج الدورة المقرر يا أخي أنت رضيت أن تكون أستاذا في هذه الدورة ما أحد ألزمك بما إنك رضيت إذن يتولد عن هذا أن ترضى بما يتولد عن هذا الاتفاق بدك تأتي وقت الدوام صحيح من دون تأخر إلا لطارق وبدك تلتزم بالمنهاج قال لا أنا عندي منهاج أحسن بصير بس لا تلتزم بهذه الدورة اصنع دورتان وضع هذا المنهاج الأحسن أما وإنك رضيت أن تكون في هذه الدورة مشرفان يتولد عن هذا أنك ترضى بما يتولد عن هذا الاتفاق الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه هذه قاعدة أيها الإخوة فقهية وقانونية وعقلية وحياتية ومعناها أن الشخص إذا رضي بالشيء وأذن فيه لزم من ذلك أن يكون راضيا بما يفضي إليه ذلك الشيء بذاته لأن المتولد من الشيء لازم له فلزم أن يكون الرضا بالمتولد لازما للرضا بالمتولد منه فأصل القاعدة التلازم لها في الفقه الإسلامي أمثل كثيرة هلأ لو واحد بيناتكم بنهار رمضان كان عم يتوضى هو عم يتمضمض المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة بلع شيئا ما حكم صيامه أنت وعم تتمضمض لكي تتوضى لصلاة الظهر بالمضمضة الأولى أو الثانية أو الثالثة تلعت شيئا غير متعمد ما حكم صيامك صحيح لأن الله أذن لك أن تتوضأ في نهار رمضان وأذن لك أن تتمضمض في نهار رمضان والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه فإذا تولد من هذه المضمضة أخذ شيئا من الماء الله مسامحك لأن الله رضي أن تتمضى ورضي أن تتمضمض فيسامحك إذا ابتلعت شيئا غير عامد بسهل إذا واحد عم يتمضمض المرة الرابعة هو السنة ثلاثة المرة الرابعة تمضمض أم ابتلع شيئا ما حكم صيامه بطل صيامه لأن الله أذن لك بالمضمضة ثلاث مرات هاي الرابعة من عندك في واحد صايم بيقول له لرفيقه الدنيا شوق بيقول له الله وكيلك لو لا الوضوء لهلكنا تهري عم ياخد كل ما يتوضى ياخد له شفك على كل الأحوال إذا من دوني عمد أثناء الوضوء الثلاثة بل اتلعت شيئا صومك صحيح لأن الرضا بالشيء رضا بما يتولد منهم هكذا الله رضي أما المرة الرابعة يعتبر الإنسان مفطرا من رضي بإجراء عملية جراحية فهو راض ضمنا بنتائجها فلو مات المريض من جراء العملية من دون تقصير الطبيب المعالج ولا تعديه فلا حق لورثته في التعويض هو رضي بإجراء العملية إذا راض بنتائجها فالطبيب إذا بذل كل جهده وحدث شيء لا يسر لا يعوض شيئا الرضا بالشيء هكذا بالقانون وهكذا بالشريعة وهكذا يقتضي العقل هلأ بيزعلوا بيقولوا الله يوفقه الله لا يوفقه فوق ما إنه راح الزلم يبدو ياخد أجرى يا أخي هذا الشيء العاطفي شيء والمحاكمة العقلية السليمة شيء مدام ليس هناك تقصير ولا تعدي فهذه النتيجة رضي بها هذا الذي سلم نفسه للعمل الجراحي لو اشترى رجل سلعتان فظهر فيها عيب فإنه يجوز له رد المبيع اشتريت أنت مسجلة عم طلع فيها عيب يجوز لك أن ترد لمسجلة ويجب على منبعك أن يردها لكن إذا قال لك البائع عند شرائها يا أخي هذه المسجلة معيبة بكذا مكسور مثلا طرفها فأنت رضيت هنا لا يجوز لك أن ترد هذه المسجلة بسبب هذا العيب لأنك مطلع عليه وقد رضيت به والرضى بالشيء رضى بما يتولد منه إذا رضي أحد الزوجين بعيب في صاحبه كانت طلع عليه في أثناء الخطبة مثلا على مرض جلدي قالوا له لما إجل يخطب أبل كتب الكتاب يا ابني هاي بنتنا مع بهاق أم قال لهم ما عليش أنا ما عندي مانع فكتبنا له كتابه ليس له بعد كتب الكتاب أن يقول لا أنا هيك ما ناسبني والله بدي افسخ العقد لا لن يكون فسخ سيكون طلاق وستدفع كل ما يترتب على المطلق لأن الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه أو هي مثلا اطلعت منه على مرض نفسي لما إجل يكتب الكتاب قال لي يا أختي أنا معي سرع آت له ما عليش شو علي كتبنا الكتاب ليس لها بعد الزواج أن تقول والله أنا ما عد أقدر أتحمل وبريد فسخ لن يكون فسخ سيكون خلع ستتنازل عن كل ما يترتب لها من حقوق ويطلقها بعد هذا لأنها رضيات بهذا الشيء الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه وهكذا أيها الإخوة تقضي قواعد التفكير السليم والعقل المستقيم أن الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه وليس له أن يرضى بالزواج ولا يرضى بحمل مسؤولياته وليس له أن يلتحق بفرع جامعي ولا يرضى بحمل واجباته وليس له أن يرضى بمشاركة شخص فيأخذ أرباحه ولا يقبل تحمل خساراته وليس له أن يعمل في عمل الدعوة إلى الله تعالى ولا يريد أن يتحمل تبعاته لأن الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه إلى هنا تنتهي المادة العلمية لمادة الفكر أما مادة الروح عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن لنا إماما شابا إذا صلى لا يقوم من مجلسه حتى يتغنى عنا إمام عجيب بيصلي بعض الصلاة بغني فشكول سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر فامضوا بنا إليه فقاموا حتى أتوه فقرعوا عليه فخرج الشاب فقال يا أمير المؤمنين ما الذي جاء بك؟ قال بلغني عنك أمر ساءني قال فإني أعتبك يا أمير المؤمنين يعني أنا أرجع عن الذنب ما الذي بلغاك؟ شو مساوي أنا؟ قال بلغني أنك تتغنى بعض الصلاة قال إنها موعظة أعظ بها نفسي قال عمر قل شو بتقول حكيلي؟ إن كان كلاما حسنا قلت معك وإن يكو قبيحا نهيتك عنه فقال الشاب وفؤادي كلما عاتبته عاد في اللذات يبغي تعبي وفؤادي كلما عاتبته كلما بعاتي بحالي ليش عم أصير؟ كلما بعاتي بحالي ليش عم باتبع شهواتي؟ كلما بعاتي بحالي ليش عم بتراجع في حالة الإيمانية؟ فؤادي بيرجع بيقول لي إيه؟ بيرجع يوم تاني يبغي تعبي وفؤادي كلما عاتبته عاد في اللذات يبغي تعبي لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح به يا قرين السوء ما هذا الصبا؟ فني العمر كذا في اللعب وشباب بان مني ومضى عم تمر أيام شبابي وتمضي وشباب بان مني ومضى قبل أن أقضي منه أربي ما أرجي بعده إلا الفنى ضيق الشيب علي مطلبي ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل لا ولا في أدبي نفسي لا كنتي ولا كان الهوى اتق الله وخافي وارهبي قال فلما سمع عمر هذه الأبيات بكى ثم قال هكذا فليغني كل من غنى هذا واحد يعمل نشيد بده يعمل قصيدة يقولها الأبيات يحاكي حاله فيها وفؤادي كلما عاتبته عاد في اللذات يبغي تعبي لا أراه الدهر إلا لاهيا في تماديه فقد برح بي يا قرين السوء ما هذا الصبى فني العمر كذا باللعب وشباب بان مني ومضى قبل أن أقضي منه أربي ما أرجي بعده إلا الفنى ضيق الشيب علي مطلبي ويح نفسي لا أراها أبدا في جميل لا ولا في أدبي نفسي لا كنتي ولا كان الهوى اتق الله وخافي وارهبي قال عمر فبكى ثم قال هكذا فليغني كل من غنى وقال عمر وأنا أقول نفسي لا كنتي ولا كان الهوى احذري الموتى وخافي وارهبي